فيه سيناريو ان شاء الله ما يحصلش يعني وانا قلت خبر ان رامر ربيع بازن الله يلحق المباراة وهيشارك بشكل طبيعي هو ياسر ابراهيم بس رامر ربيع مش جاهز بنسبة 100% واشرف دالي مش جاهز بنسبة 100% ويوسف عيمان برق قايمة عشان الموضوع بتاع البروتوكول بتاع الارتجاج لو في اسوأ الظروف التلاتة مش موجودين وياسر بس اللي موجود مين اللي ممكن يلعب جانب ياسر ابراهيم سؤال صعب اخو بقى لك بس انت لو انت بتدور بقى يعني هنقول على فكرة هو اجرب عمر كمان قبل كده لعب في حت السردباك دي في امبراط البنك الالي والالي خسر اربعة اه خسر اربعة يعني هيبقى محتاج حد يبقى رجله في الحتة دي انا شايف ان حتى رامي لو هو مش 100% لازم بقى موجود بكرة يعني حتى لو مش 100% لازم بقى موجود بكرة في حت السردباك خاصة ان احنا الحمدلله ياسر الفترة الفاتية دي بدأ بيقدر بشكل كويس وبدأ مستوى يرجع وان كان هو الفترات الاولى ما كانش طبع لسه ياسر احنا عرب فرص دي حقيقة حاس ان اشرف داري عرب يبقى جاهز هيبقى جاهز خد بالك يعني هو قدامه فترة ويبقى جاهز وعلى فكرة يعني حاجة اضافة كبيرة جدا وكوة في خطة ظهر النادي الاهلي مع يحيا كمان يمكن يحيا كمان انا مبسوط ان الاخر مباراة يعني اظهر ان هو فعلا باكليفت ان شاء الله واعد الفترة الجاية مش عايز اخدك بس الموضوع علي معلوز دلوقتي لان يعني جاي لك فيه اه يعني انا شايف ان موجود رامي ان شاء الله بكرة باذن الله تعالى هيفرق مع العابة النادي الاهلي باذن الله عظيم لو قلت لك حط لي تشكيلة ممكن يلعب الاهلي بيها بكرة تكون عاملة ازاي يعني هو مش هنختلف عن موجود الشناويم اكرم لو عمر لعب بكريت ممكن اكرم بيبقى موجود بكرة مع مروان وامام في نص الملعب لو عمر مش موجود ممكن اكرم بيبقى موجود بكرة بكريت مع كوكا ومع مروان مع امام عشور مش هنختلف على الجزء الهجومي يمكن ان هو ده الحتة اللي بيعمل فيها كولر روتشن بتاعته بس اظن الشاحة هيبقى ثابت في حتة قدام يحيا وسام ابو علي فرود ممكن بقى هنا يبدأ ببرستاو او طهر الاتن مش انت شايف مين الافضل يبدأ طهر الافضل ان احنا ناخد السرعات عشان احنا بنتكلم على الحتة اللي هي احنا بقول بقى الحتة الارتدادية والسرعة والدفنس بتاعه عنده بطيء شوية بتاع العين فانا ببتالي وجود طهر ممكن يبقى في البداية افضل من ببرستاو لبداية الافضل